نشرت أن نيابة العامة للدولة اليوم مادة فيلمية توعوية على حسابتها في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن عقوبة تزوير أو تزييف العملة وذلك في إطار حرصها على تعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع ونوهت أن نيابة العامة بأنه وفقاً للمادة 204 من قانون العقوبات الاتحادية يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت وبالغرامة التي لا تقل عن 200 ألف درهم كل من قلد أو زيف أو زور بأي كيفية كانت سواء بنفسه أو بواسطة غيره عملة ورقية أو معدنية متدولة قانوناً في الدولة أو في دولة أخرى أو سنداً مالياً حكومياً ويعتبر تزييفاً في العملة المعدنية إنقصه شيء من معدنها أو طلائها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة ويأتي نشر هذه المادة الفلمية في إطار حملة النيابة العامة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع ورفع مستوى وعي الجمهوري بالقانون